لما عجزوا بكل هذا اليوم مش رح ساير نعرفوا انهم اخذوا الاف الصفحات والحسابات على الاحرار كاين اللي خوفوهم وعطاهم دراهم شراهم عليهم يعني خوفوه ورغبوه راكلوا ما تعطيها الناش راكلوا كذا احسن لك نعطوك مئة مليون احسن لك نعطوك مئتون مليون خمسين مليون وكانت كثير من الصفحات كما تعرفوا واصبحت صفحات ذوبابية كاين كانوا شرفة واحرار لما عرفوا باللي راح ندولهم الصفحات غلقوهم او اعطاهم لناس يسيروهم الخرش لكن جزء كبير من الصفحات اللي عاودوا انشاؤوه او اللي ادوه على الاحرار راح يشتغل ذوباب راح يشتغل ذوباب وكما قلت درك نعطي لكم حوالي نقدم لكم منهم حوالي 30 واحدة فقط على السريع يعني بعد لما نجي نتحدث على موضوع البوليس البريطاني الخلاصة من هذا الموضوع راح واقع اشكال اليوم في المواقع الاجتماعية شفنا تبون لقينه هاجم الفيسبوك قبل اسبوعين وقال لك هذا جاي من بلاد ما تحبناش الخير وشفنا بعده الخبر جي بالحمر قال لك سنتخذ خطوات واضد مواقع التواصل الاجتماعي لانهارهم وراوا واحد محروق وعلى جمال بن سماعين كانوا حابين هما يغموا كانوا حابين قال لك سنشكوا بالفيسبوك واليوتيوب لانهم وراوا بن سماعين بالطريقة اللي مات بها لكن من بعد عرفوا بالإخلاص هناك آلاف الفيديوهات والصور فاخرج شاقور هذا المرتزق الكبير لرمحطين ودي جي بي دي بي جي بوليس جي دي سيار مدير الشرطة القضائية يشكر المواطنين اللي قدموا الفيديوهات شفتوا التناقض الرهيب عصابة خاف ما تحشمش عصابة خاف ما تحشمش لما شافوا باللي الجزائريين مش رحين يتراجعوا وباللي عملية بن سماعين هزت الأركان تاعة الجزائريين وباللي الفيديوهات انتشروا راحوا يشكروا في المواطنين اللي احنا نعرفه بعضهم رهم معتقلين اليوم لأنهم صوروا فقط آه نعم كاي اللي يشاركوا وكاي قالوا كلام وكاي ندم هذا يستاهلوا المحاكمة العادلة لكن كاي اللي فقط قدموا فيديوهاتنا عرفوا أن فيه ناس رهم في السجون لأنهم صوروا المستشفيات صوروا الأكسجين صوروا الماء وقال لك بللي لي صور في عقوبة لذلك نعاقبوه عرفوا لما خرجت منهم ومن يديهم تغيرت الأمور اللي رهم تلاحظوها اليوم أنه مازال الحمد لله فيه أعداد تقدر تقول بللي مازال فيه عشرات الألاف تعالى أحرار اللي رهم على تخوف اللي في الداخل خاصة على خوف وتخوف لكن مازال يحاول يشاركوا لكن رهم ملايين غابوا ماولوش يقدر يدير حتى جام ماولوش يقدر يدير حتى تعليق تعليق لماذا؟ لأنه خوفوهم كاللي داروا الجام رهم في الحبز كاللي داروا تعليق رهم في الحبز لكن المشكلة هي هذه هي إذا شاءوا الملايين مش الملايين مئات الألاف فقط وتحداوهم مايقدروش يسجنوا مئات الألاف مايقدروش لكن إذا بقوا ألاف يقدرو يسجنوا منهم العشرات ولا المئات ويخوفوا الآخرين لذلك إخواني هنا عملية يجب أن تكون بهذا الذكاء وأنا عارف نعطيكم مثال اليوم مثلا الأخبار ويش تقول باختصار بسيط قال لك الجزائريين الجزائريين راه هي الجزائر راه هي من أكثر عشر دول لتستعمل الVPN أي أن الجزائريين من داخل الجزائر هم في قائمة العشر دول الأكثر استخداما للVPN لماذا؟ الجزائريين نخرج ما يسمى برئيس الدولة قال لنا نذكروا باش ما يقولكش الناس راكم تتبلوا عليه لأن مرات الناس ما تتبعش كلش فربما يقول لك لا لا ربما ما قاش هذا الكلام ربما مرات نستغرب كأن حاجات الناس شافتها وسمعتها ويخرجوا الذباب باش يديروا حولها الهف كما يقولون خلونا نسمعوا واش قال ما يسمى برئيس الدولة حول هذا الموضوع عذرا أن هناك عديد الفيديوهات واكثر من تبونيات اليوم لازم تسامحوني لأننا نوري لكم وجه تبون شوية كثير اليوم هاو عندك أسمع شوف شوفوا شقور رئيس الدول اه 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 اللي تقمد يقولون مروحوا بركة اليوم عنا إمكانيات باش نجيب لزادرس اي بي لبلي كومピليك عنا عنا اعنا لزادرس والقطب هالوسائرة تحت تصرف القدب اه يديرها في عقص الشرق عقص عنا إمكانيات باش نجيبوا لزادرس اي بي اي بي ما كانش والقطب هذا قطب انتع تخويف هو ما زال مقامش هذا القطب سهرم يعتقلوا في الناس ويقول لك القطب راح يحاكمهم راح يدروا في العاصمة بمعنى مركزية تشرف عليها يشرف عليها الجنيرال من كبار الجنيرالات السفهاء ومعنى يقول لك القطب القطب طبعا للقوضات هذو هذا القوضات التليفون فقط بسح هل شفتم في العالم اجمع انه يخرج رئيس يخرج رئيس يقول باللي جبنا ماشينات جبنا امكانيات باش نعرفه قاع الاي بي انتع الجزيريين اي انا نجسه على كل جزيريين هذه في حد ذاتها فضيحة كبرى هذه في حد ذاتها كارثة كارثة ما خرج حتى مدير عام امين عام تعوزارة عاقيت على مخابرات امان ايش عارف مراقب انت على شرطة ماشي حتى هذا خرج ما يسمى برئيس جمهورية رئيس الدولة رئيس ماشي وزارة الوزير الدفاع القادل على الجيش كذا تبقوا المزور طبيعة الحال باش يقول هذا الكلام امام العالم هو رأي ويحسب روحه يخوف الجزيريين برك ما بلوش العالم رأي يشوف ورأي يسمع فيه الناس تقول هذا رئيس الدولة ولا رئيس بلدية هذا هذا رئيس الدولة ولا كوميسار هذا هذا رئيس الدولة ولا احناش برتبة ناقيب كابيتان الناس هذي لتسألها لكن هذا رئيس الدولة باش يخوف الجزيريين اذا واش وقع وقعنا لديكم احساس الآن من ان الذباب ملأ المواقع ملأ له هذا فقط لانكم كثيرين منكم نسحبوا خوفا على ان يعتقلوا عندما تعودون بمئات الالاف حتى نقول الملايين الجزائر اكثر من 30 مليون حساب فيسبوك لو افترضنا ان هناك مليون فقط حساب فيسبوك ناشط حراكي ونحن نعرف انه اكثر رح يقلب الموازين يقلبها تماما لكن لو تأخرتوا وتراجعتوا وكل واحد يقول لك انا راسي وانا بلا كون دير تعليق ولا كون دير جيم والله يعتقلوني لا ما تمشيش اوكي اللي عنده يشعر بخطر شديد يستعمل الوبيبيان وفي الايام القادمة رح نوضع لكم مجموعة من الوبيبيان اللي هي اللي تساعد على اخفاء الاي بي لان ما يسمى برئيس الجمهورية رح يتبع في الاي بي تاع الجزائري رح نعمله لكن اخواني مع ذلك نقول لكم لو كانت تخرجوا بعشرات الالاف ومئات الالاف ما يقدروا يدروا يالله ما يقدروش حد الان رح كين اقل من 300 حراكي كين حسبو قاع حتى لي موش قيلين عليهم حراكيين لكنهم في الاصل حراكيين 300 حراكي في الحبس وكين حوالي الف اللي ربما تحت الرقابة القضائية او التخويف او او في النهاية ما يقدروش ما يقدروش لان هذا مزعج لهم على المستوى الخارجي الامم المتحدة القوانين الدولية المعاهدة الدولية وعلى مستوى ايضا مثل واحد مثل ماكرون والله بايدن والله هذي يقول لهم يقول لهم وقفوا هذه الاعمال احنا ما نقدروش نواجهوا الاعلام العالمي وندعموكم وانتم تعتقلوا في الناس فالعصابة هذه ما تقدرش تدير كلش فهذه حبيت الركز عليها اليوم ونقول لكم باللي ربما يقدروش وهذه انتعى الاي بي انتعى الناس قاعوا اللي يدير جام نجيبوه مش صح لو كان جات هذا اللي يدير جام والله يدير تعليق يعني اللي يعد اسمه مستعار ويجيبوه الفيسبوك يسكر الفيسبوك اليوم القيمة انتعى وراه يتقترب من اثنين ولا تجاوزت اثنين تريليون دولار الفين مليار دولار الفين مليار دولار الجزائر في الستين سنة هذه ربما ما دخلتش الفين مليار دولار يعني المدخل الاساسي يدخل في الحقيقة بعد الالفين اللي كانت الف ومائتين مليار قبلها ما كانش المدخيل كانت محدودة هذا فيسبوك وحده طبعا جوجل طامة اخرى اكثر فما يقدروش عن طريق الاسامي المستعارة سوى في اليوتيوب سوى في تويتر سوى في الفيسبوك انستغرام التيك تو ما يقدروش ما يعرفوكش حاجة واحدة ما تدرهاش ما تفتحش الروابط لليان لينكس من جهات ماكش تايق فيها ولا ما تعرفهاش ولا بتاعد قاع لفتح الروابط باش ما يعرفوكش هذا ما كان اذا كنت ناشط ناشط حقيقي بدون في بيان اما اذا درت الفي بيان فينساو انهم يعرفوك يعني تكنولوجيا الفي بيان ليستمووا الناس اللي داروها هي فيها البزنس ولكن فيها ايضا باش الدول مثل دولنا اللي محتلة من طرف حكوماتها انظمتها البائسة الناس تقدر تعبر على اراحة